السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكل مُحدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النَّار يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل عن فصل المصالح والمفاسد يقول وهذا فصلٌ عظيمٌ نفع جدًّا فمن عرفه وضبطه وفقهه جلب النفع له ولغيره وقع بسبب الجهل به غلطٌ عظيمٌ على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يُعلمُ أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رُتَب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسُها على الحكم ومصالح العباد في المعاشي والمعات وهي عدلٌ كلُّها ورحمةٌ كلُّها ومصالحُ كلُّها وحكمةٌ كلُّها فكلُّه مسألةٍ خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدِّها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة هذا الكلام العظيم الذي يُكتب بماء العين لنفاسته يُبَيِّنُ لنا اهتمام أهل العلم الذين أخذوا العلم عن أسلافهم إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم بباب المصالح والمفاسِ وصدق ابن القيم رحمه الله فإنك إذا نظرت إلى هؤلاء الذين جلبوا الشر على الأمة فحزَّبوا الأمة أحزابًا وفرَّقوا الأمم الأمة فرقًا ونفَّروا عن ولاة الأمر ونفَّروا عن العلماء وكان المآل إلى هذا الإفساد العظيم المُسمَّى اليوم بالإرهاب من تفجير وتدمير وتكفير إنما سببه الجهل بهذا الباب العظيم بباب المصالح والمفاسِ وعُلماؤنا السلفيون المُتمسِّفون بما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أدركوا هذا الأمر أيضًا ولهم كلامٌ كثيرٌ في زماننا وأذكر مثالًا ما قاله الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله عز وجل في هذا الباب فقد قال إن مُراعات المصالح والمفاسِد من أهم قواعد الإسلام وأصوله وكم يجلب الله بذلك من الخير ويدفع به من الشر وعدم مُراعاتها فيه بلاءٌ عظيم فلربما كان هناك من الشباب من هو في بلدٍ من البُلدان ثم ينتقلُ إلى بلدٍ آخر فيُلقي ما يُلقيه في بلده بطريقته في بلده ولا يتأمَّل ولا يتدبَّر في ثقه المصالح والمفاسِد فيُسبِّب ذلك شرًّا لنفسه ويُسبِّب شرًّا لأهل ذلك البلد فإهمالوا المصالح والمفاسِد فتحٌ لباب الشر وطرفٌ راكبوا باب المصالح والمفاسِد وجعلوه معولًا لهدم التمسُّك بالنصوص فكلما أرادوا أن يتركوا نصًا قالوا المصالح تقتضي والمفاسِد تقتضي ودرء المفاسِد مُقدَّم ويُهمِلون النصوص ولا يقفون عندها ولا يعملون بها ويُحجِثون للناس أمورًا تُخالِف شرع الله وتُصادِم النصوص بحُجَّة باب المصالح جلبًا والمفاسِد درءًا والوسط هم المُقتصِدون الذين ساروا على طريقة السلف الصالح رضوانُ الله عليهم وهمُ الَّذين يَعْلَمُونَ أنَّ بابَ المصالح والمفاسِد لابدَّ منه ولابدَّ من الوقوف عنده وأن النُّصوصَ لا تأتي إلا بالمصالح جلبًا وبدرءًا وبدرء المفاسِد وفي سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمون يقينًا أنه لا تعارُضًا بين قول الله والمصالح بل قول الله مُحقِّقٌ للمصالح ودارئٌ للمفاسِد ولا تعارُضًا بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلب المصالح ودرء المفاسِد بل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جالِبٌ للأمة الخير والمصلحة إلى أن يرِثَ الله الأرض ومن عليها ودارئٌ عنها المفاسِد والشرور إلى أن يرِثَ الله الأرض ومن عليها فلربَّا كان هناك من الشباب من هو في بلدٍ من البلدات ثم ينتقل إلى بلدٍ آخر فيلقي ما يُلقيه في بلده بطريقته في بلده ولا يتأمَّل ولا يتدبَّر في ثقه المصالح والمفاسِد فيُسبِّب ذلك شرًّا لنفسه ويُسبِّب شرًّا لأهل ذلك البلد فإهمالوا المصالح والمفاسِد فتحٌ لباب الشر وطرفٌ راكِبوا باب المصالح والمفاسِد وجعلوه معولًا لهدم التمسُّك بالنصوص فكلما أرادوا أن يتركوا نصًا قالوا المصالح تقتضي والمفاسِد تقتضي ودرء المفاسِد مُقدَّم ويُهمِلون النصوص ولا يقفون عندها ولا يعملون بها ويُحدثون للناس أمورًا تُخالِف شرع الله وتُصادِم النصوص بحُجَّة باب المصالح جلبًا والمفاسِد درءًا والوسط هم المُقتصِدون الذين ساروا على طريقة السلف الصالح رضوانُ الله عليهم وهمُ الذين يعلمون أن باب المصالح والمفاسِد لا بد منه ولا بد من المقوف عنده وأن النصوص لا تأتي إلا بالمصالح جلبًا وبدرء المفاسِد فالخيرُ كلُّه في كتاب الله وفي سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمون يقينا أنه لا تعارُضَ بين قول الله والمصالح بل قول الله مُحقِّقٌ للمصالح ودارئٌ للمفاسِد ولا تعارُضَ بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلب المصالح ودرء المفاسِد بل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جالبٌ للأمة الخير والمصلحة إلى أن يرِثَ اللهُ الأرضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ودارئٌ عنها المفسِدَةَ وَالشُرُورُ إلى أن يرِثَ اللهُ الأرضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَنَبْدَأُ بِالنُّقْطَةِ الْأُولَى وهي ما هي المصالح وما هي المفاسِد ما معناها لابد أن نعرفها وأن نعرف حقيقتها عند العُلَماء وحقيقتها شرعًا حتى يكون عملنا بهذه القواعد وبهذا الفقه عملاً صحيحًا أما المصالح أيها الإخوة فجمعُ مصلحة جمعُ مصلحة والمصلحة في لغة العرب هي المنفعة هي المنفعة كل شيء نافعٍ عند العرب يُسمَّ مصلحة كل شيء نافعٍ عند العرب يُسمَّ مصلحة فالمصلحة عند العرب هي المنفعة وأما المصلحة عند علماء الإسلام فقد بيَّنها العلماء قال ابن القيم رحمه الله عز وجل المصلحة هي النعيم واللذَّة وما يُفضي إليها هي النعيم واللذَّة وما يُفضي إليها وقال شيخ الإسلام بالتيمية رحمه الله المنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذَّة والسعادة المصلحة تعود إلى حصول النعمة واللذَّة والسعادة فالمصلحة هي حصول النعمة للإنسان في الدنيا والآخرة حصول اللذَّة للإنسان في الدنيا والآخرة حصول السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة وقال الصفي الهندي في نهاية الوصول المنفعة هي اللذة وما يكون طريقاً إليها وبعض العلماء يعرف المصلحة بنوع من المصلحة بنوع من المصلحة فيعرفون المصلحة بأنها المحافظة على الضروريات الخمس المحافظة على الضروريات الخمس ما هي الضروريات الخمس؟ أعلى مصالح الدين وستأتي إن شاء الله أعلى مصالح الإنسان على الإطلاق الدين والنفس والعقل والعرض والمال وهذا يا إخوة تعريف للمصلحة بأهم المصالح أهم المصالح لا شك يا إخوة أن من حفظ له دينه وحفظت له نفسه وحفظ له عقله وحفظ له نسله وحفظ له ماله سيكون في غاية النعيم وسيكون في غاية السعادة ويكون في اللذة الحقيقية التي قال فيها بعض السلف لو علم الملوك ما نحن فيه لجأ لدون عليه بالسيوف هذه اللذة الحقيقية حلاوة الإيمان التي هي أحلى من العسل والتي قال فيها شيخ الإسلام بالتيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إِنَّ في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ألا وهي جنة الإيمان جنة الإيمان التي فيها الحلاوة وطمأنينة القلب والحياة الطيبة في الدنيا وفيها الفوز بالنعيم المقيم عند لقاء الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول يا إخوة إن المصلحة بمعناها العام الذي يشمل أنواع المصلحة كلها هي اللذة والفرحة والسعادة للعباد في العاجل والآجل وأما وتستطيع أن تقول أيضا هي كل قول أو فعل يجلب الخير والنعيم واللذة والسعادة في الدنيا والآخر متى نحكم على القول بأنه مصلحة إذا كان هذا القول يجلب الخير والنعيم واللذة والسعادة في الدنيا أما إذا كان يجلب اللذة والنعيم والسعادة في الدنيا لكن يجلب الجحيم في الآخر هل هو مصلحة؟ لا والله عين المفسدة هو عين المفسدة اللذة أو الفعل الذي يجلب لذة في الدنيا ثم يعقب ذلك حسرة في الدنيا وجحيما في الآخرة هل هو مصلحة؟ لا والله ليس مصلحة لا شرعا ولا عقل لا شرعا ولا عقل مثلا والعياذ بالله الزنا والعياذ بالله الزنا قد يجلب لصاحبه لذة عند الفعل لكن ما أن يفرغ منه حتى يعقب بحسرة وظلمة في قلبه وقد يريه الله ما فعل في عرضه ثم يكون سببا للعقابي يوم القيامة هل قائل أن يقول الزنا فيه لذة إذن مصلحة؟ نقول لا انتبهوا يا إخوة للربط بين الأمرين النعيم في الدنيا والآخرة اللذة في الدنيا والآخرة السعادة في الدنيا والآخرة فإذا لم يحصل هذا الارتباط فهذه ليست مصلحة وأما المفاسد فالمفاسد جمع مفسدة وعلماء اللغة يقولون المفسدة ضد المصلحة المفسدة ضد المصلحة يعني إذا أردت أن تعرف معنى المفسدة عند العرب فاعرف معنى المصلحة عند العرب وعكس ماذا قلنا في المسرحة في اللغة؟ المنفعة المنفعة إذن المفسدة في اللغة المضرة لأن ضد المنفعة المضرة إذن المفسدة عند العرب هي المضرة هي المضرة وفي اصطلاح العلماء يقول ابن القيم رحمه الله المفسدة هي العذاب والألم وما يفضي إليه المفسدة هي العذاب والألم وما يفضي إليه ولذلك يا إخوة لا تتعجبوا إذا قال العلماء المفاسد في الآخرة لأن المقصود بالمفاسد الألم والعذاب في الآخرة والعياذ بالله فالدنيا فيها مصالح ومفاسد والآخرة فيها مصالح ومفاسد في العاجل والآجل أو إن شئت قل كل قول أو فعل يجلب الضرر أو العذاب أو الألم في العاجل والآجل طيب عرفنا الآن معنى المصلحة والمفسدة والارتباط بين الدنيا والآخرة كل أمر يسبب نعيما في الآخرة فهو ليس مفسد يقيناً بل مصلحة حتى لو رأى بعض قصار النظر أنه تعب وأن فيه منعاً من الملذات هو مصلحة في الدنيا والآخرة مثل الصيام صيام الاثنين والخميس قصير النظر يقول أنا سأصوم الاثنين وأترك الطعام والشراب وما أحله الله لي بما منعت به في الصيام هذا أخي تعب هذا تعب هذه مفسدة هذه مشقة هذا قصير النظر لو تأمل لعلم أن صومه منفع له في الدنيا والآخرة لأنه في الدنيا العلم والسكون والطمأنين القلبية أول أمر ويجلب له الفرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان والله للصائم فرحتان يجلب له الفرح في الدنيا ويجلب له الفرح عند لقاء الله عز وجل فمتى يوصف الشيء بكونه مصلحة في الميزان الشرعي ومتى يوصف الشيء بكونه مفسدة في الميزان الشرعي بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وبيّن أن الشيء يوصف بكونه مصلحة إذا غلب نفعه شره إذا غلب نفعه شره نعم قد يكون فيه شر قد يكون فيه التعب قد يكون فيه ألب لكن إذا غلب نفعه سمي مصلحة وأنه يسمى مفسده إذا غلب شره نفعه أو سواه انتبهوا في المصرح قلنا إذا غلب خيره شره فقط المفسد متى يسمى الشيء مفسد شرعا إذا غلب شره خيره أو سواه فإذا تساوى الخير والشر فإنه يسمى مفسد شرعا نويت أن تزور أخل لك في الله نويت أن تزور أخل لك في الله مصلحة ولا ما هي مصلحة 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 مانفعة في الدنيا والآخرة فقال لك أبوك اذهب بي إلى المستشفى اذهب بي إلى المستشفى مصلحة ولا ما هي مصلحة مصلحة طيب لو أنك تركت والدك ولم تطعه وذهبت لزيارة أخيك في الله فهذه ليست مصلحة مع أن في أصلها مصلحة لكن لما فوتت خيرا منها انقلبت إلى مضرة انقلبت إلى مضرة فتصبح مفسد بهذا الاعتبار هي مصلحة في ذاتها مفسدة لأنها فوتت ما هو خير منها مريت على إنسان يشرب الخمر فأنكرت عليه مصلحة 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 إنكار المنكر مصلحة ويزيل المفاسد أو يخفف المفاسد طيب إذا علمت أنك إذا أنكرت عليه فعل ما هو أعظم فسب الله أن تعرف من حاله أن الذي ينكر عليه وهو على حاله هذه يسب الله يسب الديب وربما قتلك وربما قتل غيرك هنا يصبح إنكار المنكر هنا مفسدة الإنكار نفسه يصبح مفسدة لماذا لأنه أوقع في مفسدة أعظم من مفسدة شرب الخمر أوقع في مفسدة أعظم من مفسدة شرب الخمر سب آلهة المشركين سب آلهة المشركين مصلحة لأن فيه تحقيرا للشرك وأهله لكن إذا علمت أنك إذا سببت آلهة المشركين سبوا الله وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سب آلهة المشركين هنا يصبح مفسدة باعتبار أنه يوقع في مفسدة أعظم وهي سب الله عز وجل وتقسم المصالح من جهة شهادة الشرع لها من جهة شهادة الشرع لها إلى ثلاثة أقسر تقسم المصالح من جهة شهادة الشرع لها شهادة الأدلة من الكتاب والسنة لها إلى ثلاثة أقسر مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة ومصلحة مرسلة ماذا؟ مصلحة معتبرة يعني دل الدليل على اعتبارها بنوعها ومصلحة ملغاة يعني دل الدليل على عدم الالتفات إليها وعلى إلغائها ومصلحة مرسلة وسأشرح معناها المصلحة المعتبرة هي المصلحة التي دل الدليل من الكتاب أو السنة على اعتبارها وطلبها مثل بناء المساجد بناء المساجد مصلحة مصلحة عظمى لأن المساجد يحفظ بها الدين جاء وقت الصلاة نبهوني يحفظ بها الدين بناء المساجد مصلحة معتبرة شرعاً لأن الأدلة دلت على بنائها وعلى فضيلة بنائها هذه واضحة المصلحة الملغاة ما دل الدليل على إلغائه وإن توهم متوهم أن فيه مصلحة أعطيكم مثالاً الآن يا إخوة من جامع في نهار رمضان من جامع في نهار رمضان من الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه التوبة ترتب عليه التوبة لأنه أجرم جرماً عظيمة ويترتب عليه القضاء قضاء هذا اليوم وتترتب عليها الكفارة المغلضة ما هي الكفارة المغلضة؟ عند جمهور أهل العلم وهو الذي تسنده الأدلة هي مرتبة أن يُعتقى رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناء هذا الذي دلت عليه الأدلة في الأندلس كان هناك أمير مترف وكان عنده جواري وجامع جارية في نهار رمضان فاستفتى شيخاً فأفتى فقال عليك أن تصوم شهرين متتابعين مباشرة قالوا له لماذا؟ قال لو قلت له أعتق رقبة فالرقاب عنده كثير كان يُعتق رقبة لكن لما قلت له عليك صيام شهرين متتابعين هذا ثقيل عليه في النظر مصلحة لكن الشرع ألغاها لأن الشرع جعل الكفارة مرتبة وهنا النظر إلى أن العتق فيه مصلحة متعدية العتق فيه مصلحة متعدية بحيث يُعتق هذا العبد والشرع يتشوف إلى الحرية فهي مصلحة أعظم من المصلحة التي توهمها هذا العالم نعم هو أراد الخير لكن هذه المصلحة ملغاة لأن الشرع جعل الكفارة مرتبة ونحن نجزم أن المصلحة فيها بحسب الترتيب فهذه مصلحة ملغاة وأما المصلحة المرسلة فهي المصلحة التي جاء الشرع بجنسها ولم يأتي بنوعها جاء الشرع بجنسها بالجنس العام ولم يأتي بنوعها يعني لم يفصلها أنواعا مثال ذلك ألم يأتي الشرع بحفظ القرآن الكريم بل قد جاء الشرع بحفظ القرآن الكريم فحفظ القرآن الكريم مشروع لكن كيف يحفظ القرآن في المساجد في المراكز في البيوت في المدارس في حلق هذه ما جاء بها الشرع تنويعا فهذه مصلحة مرسلة كون أن يقيم مركزا لتحفيظ القرآن قد يأتي من لا يعلم يقول بدعة كيف بدعة يقول ما كان في زمن النبس عليه وسلم مركز لتحفيظ القرآن نقول هذه مصلحة مرسلة جاء الشرع بحفظ القرآن جاء بجنس حفظ القرآن ولم يأتي بنوعه والمصلحة المرسلة على الصحيح من أقوال علم معتبرة مثلا تحديد تحديد جهة القبلة مصلحة معتبرة شرعا والنبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل وبين له بذلك جهة القبلة وكيفية الصلاة طيب كيف تعرف جهة القبلة هذه لم يأتي تحديدها فلو جاءوا ناس الآن يحددون القبلة بالبوصلة البوصلة العصرية هذه الموجودة الآن في هواتفنا ما يصح أن يأتي واحد ويقول بدعة كيف تضع البوصلة في المسجد أو تضع البوصلة مثلا في الصحراء لتعرف القبلة أو تريد أن تبني المسجد فتضع البوصلة لتعرف جهة القبلة نقول هذه مصلحة مرسلة المنبر إذا زاد على ثلاث درجات بعض أهل العلم قال بدعة لكن أكثر أهل العلم يقول ما فيه بس لأن المقصودة من المنبر بروز بروز الإمام أمام الناس حال الخطبة وهذا يختلف بحسب كبر المكان وقالوا إن الشرع جاء بالجنس وهو ارتفاع الإمام وأما النوع فهذا بحسب المصلحة وقصدي من ضرب هذه الأمثلة أن المصلحة المرسلة قد لا يختلف فيها العلماء وقد يختلف فيها العلماء كتابة المصحف في المصاحف لا يوجد عالم اليوم ينكر هذا نعم أول الأمر بعض الصحابة يعني لم يرتح لهذا لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلما بيّن له أبو بكر رضي الله عنه ما فيه من المصلحة رجع أما اليوم فما في عالم من علماء المسلمين يقول إن كتابة القرآن في المصحف ليس مصلحة ومنها ما يختلف فيها العلماء فبعضها العلم ينظر إليه على أنه مصلحة مرسلة فيقول هو مشروع وبعضها العلم ينظر إليه على أنه محدث فيقول هو بدعة وهذا معذور وهذا معذور هذا معذور وهذا معذور لا يعاب هذا العالم لأن الأصل الذي استند إليه لو سلم لكان صحيحاً ولا يعاب هذا العالم كذلك لكن التحقيق أن ينظر فيه هل هو مما جاء الشرع بجنسه وترك نوعه إلى الناس فيكون مصلحة مرسلة أو مما جاء به الشرع تفصيلاً مثل العبادات التفصيلية في يكون إحداثه بدعة يكون إحداثه بدعة نقف ويؤذن ويؤذن ونكمل إن شاء الله والأخوة طلبوا أن بين الأذان والإقامة نترك لكم مجالاً للاستراحة قليلاً فإن شاء الله نقف هنا وبعد الصلاة نعود للدرس إن شاء الله والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم